بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الثاني من دروس الوحدة الثانية من الصف الثاني الإعددي من كتاب الامتحان الدرس الثاني هو درس قراءة بعنوان طيار مقاتل مرة أخرى طيار مقاتل مرة أخرى المضمون يحكي الكاتب عن خطة الشيخ راغب لعودة منتصر إلى أهله طبعا نحن نتحدثنا في الدرس السابق عن منتصر ومجاهد في الفيديو السابق ويقولنا أنه حدثت كارثة النكسة والهزيمة في يوم خمسة ستة سنة سبعة وستين وهزمت مصر أمام العدوان إسرائيلي وتم احتلال سيناء وتعرفنا على منتصر ومجاهد أنهم هبطوا بليب الطائرة بتاعتهم المهم وأقام منتصر بين البدو كان عشرة أشهر كان بيرعى الغنب بالنهار ويبيت في الخيمة ليلا وفي النهاية قلنا منتصر كان يعاني من أزمة نفسية حادة لأنه شاهد الزئب وهو يفترس زميله مجاهدا طيب المهم يحكي الكاتب بقى تكملة للدرس السابق عن خطة الشيخ راغب اللي هو الشيخ بتاع البدو لعودة منتصر إلى أهله وبقى منتصر في المستشفى خمسة أشهر يبقى إذن هو أقام بين البدو عشرة أشهر ولما رجع أقام في المستشفى خمسة أشهر لماذا؟ ليستعيد اتزانه النفسي وأيضا نتحدث الفصل عن عودة منتصر إلى الوحدة القتالية والكتيبة في الجيش التي أصبحت أكثر استعدادا للمعركة القادمة الموضوع الشيخ راغب يرتب لعودة منتصر مضت عشرة أشهر مضت يعني انقضت أو مرت المضادة اللي استمرت مضت عشرة أشهر على وجود منتصر مع البدو وذات مساء دخل الشيخ راغب إلى خيمة منتصر وألقى عليه السلام السلام عليكم ثم قال له لقد تم ترتيب عودتك إلى الضفة الأخرى من القناة الضفة الأخرى منين؟ من القناة طبعا هو ألقى عليه السلام سلام عليه خلاص؟ وبعدين قال له إن احنا خلاص راتبنا العودة بتاعتك لتعود للايه؟ للضفة الضفة اللي هو الشاطئ أو الساحل يعني اللي هو جمعها الضفاف أو الضفف المهم الضفة الأخرى الناحية الأخرى والشاطئ الآخر منين؟ من القناة طبعا أي شاطئ ليه؟ لضفة هنا وضفة هنا؟ يبا يزا هو يعود لليك ضفة الأخرى من القناة أي قناة السويس المقصود بها يعني طبعا قناة جمعها قنوات قال منتصر وهو في غاية اللهفة يعني في شدة ومنتهى اللهفة واللهفة اللي هو الشوق أو التطلع وطبعا غاية جمعها غايات وغاي وغاي واللهفة اللي يعكسها الفطور متى سيحدث ذلك شيخ راغب يباشوف متلهف زي متشوق إنه يعود قال الشيخ مبتسما أو متبسما بعد ثلاثة أيام يبقى هيرجع بعد ثلاثة أيام عندما يختفي القمر يعني عندما يغيب القمر وطبعا يختفي أو يغيب عكسها يظهر حتى لا يستدل علينا العدو بسهولة حتى لا يستدل علينا ولا يعصر علينا طبعا عكس يستدل يبقى يفقد المهم يبقى هذا هو السبب إنهم هيمشي بعد ثلاثة أيام في وقت اختفاء القمر ليه عشان العدو مش يعرفه بسهولة العدو طبعا لما إيه إسرائيل الذي نحتل له سيناء في ذلك الوقت وداع حار وأمل في لقاء جديد كان هناك وداع حار الوداع الفراق الحار يعني ساخن وطبعا فراق يبقى عكسها لقاء أو استقبال الوداع ده كان حار يعني ساخن بس المرض هناك شديد يعني وداع شديد طبعا جلس ما بينهم ما بين هؤلاء البدو في الصحراء لمدة عشرة أشهر كاملة فبقى أصبحوا يعني عشرة طويلة يبقى إذن الفراق طبعا يكون يعني صعب طبعا وعكس حار هتبقى يبارد أو فاتر يبقى إذن كان هناك وداع حار وشديد بين الشيخ راغب وبين منتصر قال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك يا بني يعز علينا يعني يصعب علينا فراقك يعني رحيلك طبعا الفراق عكس هاللقاء وهنا يعز اللي هي يصعب معناها إيه يهون ده الماء المضاد بأي بيهون أو إيه أو يسهل كم يعز علينا واصعب علينا فراقك يا بني وعليك أن تعد نفسك تعد تجهز نفسك وتهيئ نفسك لتعود إلينا مرة أخرى وقد ثأرت لبلدنا ولنفسك ولصديقك مجاهد بتثأر لمين للبلد ولنفسك ولصديقك مجاهد الثأر طبعا لو أن انتقامه منين من الأعداء الذين احترلوا البلد وطبعا عكس الانتقام أو الثأر هي بالإيه المسامحة أو العفو أنا واثق أنكم ستعودون لطرد الأعداء من سئناء لتكملة كلام الشيخي راغب بقوله أنا واثق عندي ثقة ومتأكد طبعا عكسها متشكك أنكم ستعودون لطرد الأعداء يعني هزيمة الأعداء وإبعدهم وإخراجهم من أرض سئناء الحبيبة قال منتصر وقد غرورقت عيناه بالدموع غرورقت عيناه طبعا غرورقت يعني امتلأت عيناه بالدموع طبعا عكسها ليه جفت أو جمدت طبعا ده تعبير جميل مدى ما تقول مثلا أيه يعني دمعت لا تقول غرورقت عيناه بالدموع يعني امتلأت بالدموع لن أنسى طوال حياتي ما فعلتموه معي احنا تحدثنا في فص السابق وطبعا هم اللي أنقذوه من الغيبوبة وإذن جلس معهم في الخيمة وكان يبيت في الخيمة واشتغل معهم في رعي ليه الأغنام إبه زي شهامة ليه البدو فإذن لن أنسى طوال حياتي ما فعلتموه معي وسوف نلتقي مرة أخرى يعني سوف نتقابل مرة أخرى طبعا عكس اللقاء اللي هو الفراق مرة أخرى مرة إيه أخرى وطبعا أخرى المذكر إيه آخر والجمع أخر وأخريات إبه إذن أخرى ديه تقلل إيه للمؤنس لأن هنا كمة مرة غلص إنما لو شيء مذكر يبيتقولي مثلا تقولي الشيء الآخر إنما هنا مرة أخرى يبقى مذكر مؤنس جمعها أخر وأي وأخرى سوف نلتقي ونتقابل مرة أخرى يا شيخ راغب وقد تحررت يعني تخلصت سيناء من دنس الأعداء من دنس الأعزاء يعني الدنس معناها الوسخ أو القذارة أو النجس الشيء اللي متسخ يعني المضاد الطهارة وجمع دنس أدنس إبه هذا وعد منه أن يعود وأن يتقابل معه مرة إيه أخرى طيب عودة منتصر لأهله صار منتصر دي بقى الخطة اللي كان إيه مخطتها الشيخ راغب صار منتصر بصحبة دليل بصحبة إيه دليل الدليل معناه إيه مرشد واحد مرشد زي المرشد السياحي كده صار منتصر بصحبة دليل مرشد يعني طبعا عكس بقى الدليل أو المرشد اللي هو يبقى إيه مضلل بيضلله وجمع طبعا دليل أدلة هو إيه وأدلة صار مع هذا الدليل حتى وصل طبعا قدي ألف لسنين هما الاثنين وصلوا ليه للنفق إلى نفق والنفق الممر اللي هو تحت الأرض وجمع أنفاق وصل إلى نفق سري يعني خفي لو عكسها ظاهر أو معلم تقابل فيه هناك مع أحد رجال الضفادع البشرية أحد رجال الضفادع اللي هما الجنود اللي هما بيغوصوا فين يغوصون في الماء اللي هما اسمهم الجنود البحرية بيغوصون في الماء طبعا الضفادع مفردها لإيه الضفدع أحد رجال الضفضع البشرية الذي كانت معه ملابس أخرى هو الشكل ده كده أهو دي ملابسهم ملابس أخرى ليرتديها منتصر كضفضع طبعا بكسر ضاضع كضفضع بشري ضفضع إيه بشري وضفضع بس بشري وبدأ الاثنان السباحة وقبل شروق الشروق أول ضوء للصباح كان منتصر ورفيقه قبل شروق الشمس يعني الصبح منتصر ورفيقه صاحبه مرافقه الذي معه وجمعه رفاق ويرفاقية هما الاثنين دول وصلوا فين بقى إلى الشاطئ الآخر للقناة احنا قلنا الضفة الأخرى صح كده الشاطئ الآخر للقناة وطبعا الشاطئ الآخر للقناة ده طبعا اللي بيضم بقى المدن اللي فيه المدن بتاعت القناة وطبعا هي من الجنوب إلى الشمال اللي هي بقى أهو اللي هي السويس والإسماعيلية وإيه وبرسعيد هي دي مدن المدن للقناة اللي موجودة فين في الضفة الأخرى طبعا الضفة بقى اللي هو كان فيها كانت اعتبر ايه صحراء اللي هي فيها صحراء وكان فيها يكير فيها ايه البادو طيب المهم قد وصل إلى الشاطر الآخر للقناة وقتها فقط عندها وصل عندما وصل أدرك منتصر عرفة يعني عرفة وفهم أن رحلة العودة إلى سيناء قد بدأت آي بقى خلاص طالما أنا وصلت بقى الضفة الثانية أبدأ أستعد عشان أرجع مرة أخرى لسيناء وتحريرها وتخلصها منين من دنس الأعداء بعد أن انتهت رحلة العودة إلى الأهل بقى خلاص انتهت رحلة العودة إلى الأهل خلاص رجع كده الأهل وهتبدأ ها هتبدأ رحلة جديدة لكي نستعد للعودة إلى إيه إلى سيناء ونحررها من الأعداء طيب منتصر يستعيد اتزانه الإيه النفسي استعيد اتزانه الإيه النفسي قضى منتصر حوالي خمسة أشهر في مستشفى القوات الجوية طبعا هو بينتني هو مع الإيه القوات الجوية لأنه كان في سلاح الإيه الطيران يبقى إذن قضى في المستشفى التابعة للإيه المستشفى القوات الجوية قضى فيها خمسة أشهر لماذا استعاد فيها الاتزان الإيه النفسي كما قلنا وكلمة استعادة يعني استعاد يعني استردى اللي هو عكسها إيه فقدة والاتزان يعني استعادة للاتزان النفسي الاتزان النفسي اللي هو الهدوء والإيه والثبات والاستقرار والعكس الاضطراب باستعاد خلالها الاتزان النفسي ليه لأنه طبعا كان شاف مناظر رهيبة وصحبه وهو بيأكله الذئب وخسارة وخسارة يعني المعركة واحتلال العدو لسيناء كل هذا أثر في نفسيته فقضى في المستشفى خمسة أشهر حتى يستعيد الاتزان النفسي وأصبح بعد هذه الأشهر أصبح أكثر استعدادا للعودة للخدمة مرة أخرى ليأخذ بثائره من الاثنين معا من هما الاثنين أولا العدو الغاصب العدو الغاصب طبعا الغاصب اللي هو الذي يأخذ الشيء قهرا وظلما ده الغاصب ولكن المراد هنا المحتل والمعتدي المحتل والمعتدي وهم طبعا المقصود بهم اللهم من الإسرائيليين الذين اختلوا البلد سيناء وأيضا يأخذ ثأره من 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 الذئب القاتل الذي قتل صديقه ورفيقه مجاهد بعد ذلك تطور وحدة منتصر القتالية لما عاد بقى لوحدته والكتيبة بتاعته وجدها قد تطورت إزاي؟ عندما عاد منتصر إلى وحدته القتالية قلنا الوحدة القتالية اللي هي الكتيبة بتاعته في الجيش للمجموعة العسكرية وطبعا جمع وحدة تبقى إيه؟ وحدات بعاد إلى وحدته طبعا بإيه؟ بفتح الواو وحدته القتالية العسكرية وجد أمورا كثيرة قد تغيرت ماذا وجد من تغيير؟ أصبح الجميع بهذا أول تغييف أصبح الجميع وأكثر التزاما أكثر انضباطا عكسه طبعا التسيئ والإهمال وأكثر جدية أكثر التزاما وأكثر إيه؟ جدية وطبعا جدية الاهتمام والمضاد اللي هو الاتهاون في التدريبات وتم إدخال تحسينات كثيرة على الطائرات في بقى تطويرات يعني وتحديثات تم إدخالها على إيه؟ على الطائرات طبعا هو في سلاح الطيران والمفرد تحسين يبقى تحسينات؟ مفرد أي تحسين تزيد هذه التحسينات والتحديثات من قدرتها الهجومية وأيضا المناورة المناورة اللي هي المخدعة وجمعها المناورات وأيضا سرعة الالتفاف سرعة الإيه؟ الالتفاف إنها تلتف بسرعة بس المرادة يعني الهجوم ومحاصلة العدو يعني كما لفتت انتباهه نبرت كل هذه التغييرات التي وجدها في الكتيبة بتاعته العسكرية أيضا مما لفت انتباهه نبرة الثقة والإيمان وطبعا كلمة نبرة ولفتت أيضا كلمة لفت انتباهه يعني جاز بانتباهه يعني طبعا عكسها نفرت عكس إنها تلفت انتباهه عكسها تنفر طيب المهم والانتباه هو التركيز كان ممن لفت انتباهه نبرة الثقة إيه نبرة؟ النبرة الصوت المميز الصوت المميز لإنسان ولكن المقصود هنا يعني الحديث اللي هم بتحدثون به الثقة والإيمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي لا بد أن يستردوه لا بد ولا مفر وأخذنا كلمة بد وجمعها أبداد وبددة أبداد وبددة دي كلمة إيه؟ لا بد يعني لا مفر لا مفر من أن يستردوه أن يسترجعوه ويستعيدوه مرة أخرى والمضاد يفقدوه يبقى كل الكتيبة كنت بتحدث عن الكلام ده إن إحنا لازم نرجع حقنا ونرجع أرضنا اللي أخذها العدو الإسرائيل إليه ويتحدثون أيضا في كتيبته عن نصرة الله لهم يبقى عندهم ثقة وإيمان في هذه النصرة المهم خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق فضلوا يعني يتدربوا لمدة كام؟ خمس سنوات خلي بالك إبه هو قضى في المستشفى خمس إيه؟ خمسة أشهر واستمر التدريب خمس سنوات طيب خمس سنوات كاملة من إيه؟ من التدريب الشاق الشاق يعني الصعب واللي هو المتواصل والمتواصل يعني المستمر والمتتابع وطبعا الشاق اللي هو الصعب بعكس السهل واليسير وجمع الشاق تبليه الشواق الشواق بتشديد الشين والإيه والقاف والمتواصل بعكس الإيه المنقطع لأن معنها المستمر والمتتابع كان منتصر يشعر في كل يوم منها بأن روح الانتصار تملأه تملأه روح الانتصار وأنه سيلقى الشيخ راغب قريبا وسيأخذ إيه بثائره كما كنا من الاثنين معا العدو الغاصب والذئب القاتل تحليل الموضوع في سؤال وجواب مهم حتى تتذكر الموضوع ويلخص لك الإيه الدرس ما المدة التي قضاها منتصر بين البدو طبعا قضا بين البدو عشرة إيه أشهر كامل وطبعا تبه هذه الأسئلة تأتي فيه في الامتحان ترد في الامتحان كثيرا تنتبه لها جيدا طبعا زالم بعد أن تقرأ الدرس أولا وتفهمه بما بشر الشيخ راغب منتصرا بشره بأنه تم ترتيب عودته للضفة الأخرى من القناة وكنا بعد ثلاثة أيام كيف تلقى منتصر هذه البشرة تله هفى وتشوق لمعرفة الموعد الذي سيحدث فيه ذلك وكنا بعد ثلاثة أيام أو السؤال اللي بعدين مرتبط به ما الموعد الذي حدده الموعد الذي حدده الشيخ راغب لعودة منتصر بعد ثلاثة أيام وتحديدا عندما يختفي عندما يختفي القمر لماذا حتى لا يستدل عليه العدو بسهولة يعني يمشي هنا بالليل فين في الظلام أفضل عشان محدش يعرفه ماذا طلب الشيخ راغب من منتصر حينما كان يودعه طلب منه أن يعود إليه مرة أخرى بعدما يثأر لبلده ونفسه ولصديقه مجاهد بما وعده منتصر وعده باللقاء مرة أخرى عندما تتحرر سيناء كيف عاد منتصر إلى أهله صار منتصر بصحبة دليل مرشد حتى وصل إلى نفق سردي قلنا ممر اللي هو تحت الأرض تقابل فيه مع أحد رجال الضفادع اللي هم الرجال البحرية ولبس منتصر ملابس ضفضع بشري وسبح معا إلى الشاطئ الآخر للايه القناة اللي قلنا اللي فيها مدن القناة للشيخ راغب فضل كبير في عودة منتصر كيف ذلك؟ حيث ساعده ورتب له كيفية العودة إلى الضفة الأخرى من القناة الشاطئ الآخر أو الساحل الآخر من قناة السويس طبعا ماذا أدرك منتصر حينما وصل إلى الشاطئ الآخر من قناة السويس؟ أدركه وعرفه أن رحلة العودة إلى سنة قد بدأت بعدما انتهت رحلة العودة إلى الأهل يبقى إيه اللي بدأ؟ إن إحنا نرجع تاني بقى نستعد للرجوع لإيه اللي سيناه؟ وفعلا فضله في الكلام ده كم خمس إيه سنين زي ما قلنا؟ كم شهر انقضاها منتصر في المستشفى؟ خمسة أشهر طيب ماذا حدث له استعاد اتزانه النفسي وأصبح أكثر استعدادا للعودة للخدمة مرة أخرى؟ لماذا؟ ليثقر من العدو الغاصب ومن الذئب القاتل السؤال التاسع ما الاختلاف؟ ما الاختلاف الذي وجده منتصر عندما عاد إلى وحدته القتالية العسكرية؟ وجد الجميع أكثر التزاما وأكثر جدية وانضباطا في التدريبات تم إدخال تحسينات وتحديسات على الطائرات تزيد من قدرتها الهجومية والمناورة والإيه والمناورة؟ فكي مناورة مخادعة والإيه وسرعة الالتفاف بمعنى الهجوم والمحاصرة للعدو لفتت انتباهه نبرة الثقة والإيمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي لا بد أن يستردوه هذه هي نبرة الثقة عن الحق وأيضا عن نصرة الله لهم كم سنة قضاها منتصر في التدريبات؟ خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق والإيمان متواصل التدريب الشاق الصعب متواصل وبما شعر خلال هذه السنوات أن روح الانتصار تملأه داخله وأنه سيلقى الشيخ راغب قريبا وسيأخذ بثأره سيلقى الشيخ راغبا سيلقى هو يعني الشيخ راغبا قريبا وسيأخذ بثأره كل من الاثنين معا العدو والذئب أسئلة لقياس الفهم والتذوق استنتج من الدرس أثر التخطيط الجيد هل التخطيط الجيد له أثر في الوصول للأهداف وتحقيقه؟ نعم حيث ساعد التخطيط الجيد للشيخ راغب بترتيب عودة منتصر عند اختفاء القمر هذا التخطيطه في جسول منتصر للضفة الأخرى دون أن يستدل عليه أحد من الأعداء محدش عصر عليه من الأعداء يبا إذا التخطيط الجيد مهم طبيعة المصري الصلبة تزيد إصرارا على تحويل الهزيمة إلى إيه نصر؟ هذه الطبيعة للمصري الطبيعة لإيه الصلبة أو الصلبة؟ حيث إن إيمان المصري بحقه الذي لا جد أن يسترده ويسترجعه وثقته في نصرة الله له جعلاه لما السببين دول جعلاه مصرا على الانتصار على عدوه إذا مؤمن بالحق الذي لا بد أن يسترده وأيضا واسق في نصرة الله في نصرة الله سبحانه وتعالى له ماذا تعلمنا من هذا الفصل؟ ومن هذا الدرس حق الوطن واجب على أبنائه طبعا الوطن واجب له واجب عليك المصري بطبيعته عزيز النفس يأبى ويرفض الظل والقهر والخضوع الإيمان بالله والثقة في نصرته لأصحاب الحقوق لو لديك حق يبرد بنها أنصرة التخطيط الجيد والتدريب المستمر يحقق النجاح إلى هنا نصل بفضل الله إلى ختام شرح هذا الدرس وهو طيار مقاتل مرة أخرى المرة القادمة بإذن الله ننتقل مع حل التدريبات تدريبات على هذا الدرس فتابعونا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء أيضا ولا تنسى التعجيب الإعجاب بهذا الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم